أحمد عايزة أسألك عن هل هناك خطط للتحاد كرة القدم تم وضعها خلال الأيام السابقة علشان تتناسب مع الفترة القادمة بعيداً عن أن احنا طبعاً يهمنا في الأول طبعاً سلامة المواطن المصري قبل أي شيء ولكن احنا بنتكلم فيه المستقبل بذكرت أنه مهمة أنه احنا مش هنفع نقرأ الوضع دلوقتي بس هم في التحاد الكرة شايفين أنه طول ما الفيروس بيبقى موضوعه بسعودي ففرص عودة الدوري في خلال أيام أو وقته ريب بيبقى فرص تنازلية لأنه ده ساح مصالح فلازم ده يبقى ساح منازل هل فيه تفكيرات في اللي هيحصل بعد فترة معينة أنه الدوري مثلاً يبقى مين بطله هل نلغيه هل أنا أتكلم عن سيناريوهات هم شايفين كان فيه مقترح أنه اللجنة أحد أعضاءها قال أنه احنا ممكن نتكلم في مقترح مهم جداً قال وهو نقعد مع الأندية ونكر أن الدور الأول لو الوقت طول شوية ووصلنا لحد شهر أربعة وآخر شهر أربعة فبالتالي مش هنقدر نكمل الدوري عشان الارتباطات المنتخبات والأندية ففي الحالة دي أنه احنا نعمله من دور واحد ولكن هنا فيه أزمة قبلتهم أنه فيه مطش أو مطشين لسه من دور الأول ما تلعبوش بجانب أنه فيه منازل زمالك ملعبش غير ستاشر جولة في الدور الأول فبالتالي ما يقدرش يقول أنه هو الدور الأول انتهى فالمقترح ده يعني دخل الدرج زي ما بيقوله بسه على مقترح آخر وهو أنه في حالة عدم اجتمال الدوري وإلغاءه وأنه ما يكونش فيه بطل الدوري هذا الموسم ولكن أنه نرجع الموضوع تماما ونعيد النقطة الصفر وهذا ما حدث في دوري 2011-2012 وحصل أيضا في دوري 2013-2014 لما الدوريين تم تأجيلهم ورجعوا للسنة اللي قبلها أنه بطل الدوري بنفس الناس اللي خلت من الأول للرابع هم اللي شاركوا في الكونفدرالية ودوري الأبطال يعني بالتالي يرجعوا للسنة اللي فاتت ولكن ما نتمناش ده يحصل لكابتل الإسلام لأنه نحن لسه مش عارفين الظروف هتمشي إزاي ولكن هم تايبين الظروف كلها مع وزير الشاب والرياضة الدكتور أشرف هو يبلغهم تدريجيا هل هيمدوا الإيقاف وأنا أعتقد أنه هم هيمدوا الإيقاف كمان سبعين آه تعليق النشاط الرياضي يعني نعم آه بالذبت طيب هل يعني إذن هناك يعني بيعودوا يتكلموا في هذا الموضوع الي ممكن يحصل لو الدوري تلغى لو الدوري استكمل لأنه في النهاية انت عندك مش درجة يعني الكابتل هاشيش صحuy قال كلمة مظبوطة قالك مش المهم القمة المهم كمان القاع يعني مين اللي ممكن ينزل مين اللي حيطلع من الدرجة التانية مين اللي حيطلع من الدرجة تالتة مين اللي حيطلع من الدرجة الرابعة هل هيبقى فيه يعني كلام كتير جدا يعني محتاج ان احنا يعني او الناس تقعد تفكر اكتر خلال الفترة القادمة ده هو هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا انا كابسان اسلام انه اللجنة دي جاي عشان تنفس هدفين اللجنة الخماسية الهدف الاول هو انتظام المسابقات المصرية وده ما حصلش بسبب الظروف ان احنا بنشوفها والتعجلات الكبيرة ده ظروف عالمية للأسف الهدف التاني انه تنقيط وتنقيح الجمعية العلمية للتحاد الكرة وتقليص العدد بتاعها والكلام ده هما قلصوا العدد فهلا الاربعة وتسعين نادي ولكن ما يقدروش يدعو الجمعية العومية غير بعد انتهاء دور القسم التالت اللي فاضل فيه جولتين او تلت جولت لبعد المجموعات فلو ما تمش ده فاللجنة جاي عشان بندين مهمين جدا ما اكتملوش من المؤكد ومن خلال معلوماتنا انه قد يتم المد لللجنة الخماسية مدة اخرى بحيث ان انا لازم افلطر الجمعية العومية لانك لو الدوري ما تلعبش القسم التالت ما تقدرش تدعي بالاربعة وتسعين ولكن تدعي بالمثل خمسة وتلاتين وكل البلود اللي انت حطيتها وعملت عدل فيها وعليها مشاكل واخناءات هتتلغي لان الاغلبية لما تيجي هترفض مقترحاتك فبالتالي كأنك بزيد مغازيات طب هو هل ينفع ان هو يخليهم اربعة وتسعين بدون اجتماع جمعية عمومية هو بسأل خليهم اربعة وتسعين بحركة زكية جدا من اتحاد القرى يا كابتن اسلام الاول اللي كان عايز يبعاده جمعية عمومية بيشترك في دور القسم التالت ده الدور الادنى اللي انت خلق عمومية بتاخد تلاتين نقطة بتشترك في كاس مصر بتاخد عشرين نقطة اللي معاه خمسين نقطة بوعده جمعية عمومية وليه صوت هم قالوا انه اللي يشارك في كاس مصر لابد ان يتأهل بعد اول دورين تمهيدين في دكاس فاللي ما تأهلش اوتوماتيك خلاص بقى بره انت بسلامت اللايحة ولعبت فاوتوماتيك انت بره جمعية عمومية فهم عملوا ده ونص الفرق طلقت بره ولكن اذا لم يكتمل دوري هزا الموسم كأنك بوزنها هزيت خلاص منفعش انت تطبق لانه فيه اندية مش هتقدر تجمع تلاتين نقطة ولا لعشرين نقطة متقدرش توزنها هترجع للعدد الاولاني تاني بقى بالزبط بالزبط اللي هو 25 35 طيب خلال بقى الفترة القادمة هل سيكون مقيدة بالدورة الولمبية ولا لو الدورة الولمبية تأجلت يبقى ده معناه كل الانتخابات هتتأجل ولا ايه اللي ممكن يحصل ياحب بالزبط كان هو كان طبيعا الانتخابات واللجنة دي كانت جاي عشان تقيم الانتخابات في شهر يوليو اللي جاي ولكن الدورة الولمبية كانت بعد المعادة دوت فقالك نأجل لشهر تسعة بالزبط عموما كل الانتخابات مش هتقام غير بعد الدورة الولمبية معنا تأجل الدورة الولمبية ده سبب تاني حضرتك ذكرته اه بيخلي ان المجنة الخمسية تكمل اه لفترة كمان زيادة وده اكبر دليل انه اه هتبقى فيه امور مرتبكة الفيفا في اللحظة دي عيبحث عن الاستقرار شوية في كل اللجانة اللي معينهم كوصايا على الاتحادات الاهلية اه فاذا من الممكن ان اللجنة الخمسية المتواجدة حاليا تكمل لها غاية لما نشوف ايه اللي ممكن يحصل اه تكمل بش اقل من ست شهور او سنة اضافية يعني عشان خطر عموما هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفترة الجاية انا بشكرك جدا يا بحمد الاستاذ احمد عبد الباصد طبعا نقدنا رياضي المختص طبعا بشؤون اتحاد كرة القدم انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ